موسيقى عايز أحكي لكم تجربة مريت بيها كتير دخلت بيوت كتيرة ممتلئة بالمشاكل والعجيب أن سر المشاكل دي كم من نعيم اللي البيت ده عايش فيه حالة من الاستقرار اللي كل الناس شايفة من بره لكن الاستقرار ده هو سر الجحيم دخل عالي بيوفر الاحتياجات الأساسية والتحسينات والترفيهات كمان عيال زي الأمر وصحتهم زي الفل مكانة اجتماعية رقية بين الناس والحقيقة أن الأمور معاهم غاية في اليسر لا شك اشتغلوا ويتعبوا لكن ربنا كريم جدا معاهم هذه الحالة من النعيم لم يواكبها رغبة في تطوير النفس وتفقفها علشان ترتقي بأسلوب المعاملة مع انشغال بالنعمة وقلة الذكر اللي بيخلي القلب يشوف النعمة فبتسود في البيت حالة من الخلاف على سفاسف الأمور والسر النعمة تحصل قطيعة بسبب نسيان مناسبة هم الزوجة آه ده موضوع مهم بس القطيعة كانت أكبر من حجم الموضوع أفشة كبيرة يقفشها الراجل بسبب أن الأكل ما كانش جاهز وهو راجع ومغروف كمان على الصنية من حقك أنك تنبه لكن الزعلة كانت أكبر ويحصل أن تسود حالة من ضعف التواصل أصوات عالية في النقاش ردود فعلة مليانة بالتهكم والألفاظ الجارحة مع حالة استنكار داخل كل واحد أنه مش محتاجي يصلح من نفسه والدعاء دائم أن الطرف التاني هو اللي مش مقدرني البيت من بره جنة لللي شايفه من بره بس من جوه الحالة صعبة جدا النعم في الإيد والقلب مش سعيد ولا ينجمع هذا البيت قلب على قلب إلا بسبب بلاء لم يكن في الحسبان ضائقة مالية تعدي عليهم توريهم أن كان عندهم كتير بس هما بينسوا يقولوا الحمد لله مرض نهيته مخيفة لأحد الزوجين أو الأبناء يحطهم في رعب انتظار النتيجة نتيجة التحليل ساعتها بتهدى النفوس وتتكاتف الأرواح بالدعاء وتصغر قوي في العين المشاكل اللي كانت بتحركها الأنا اللي شافت النعمة ونتمنى ساعتها رجوع يوم من أيام الرغد عشان نكرم بعض ونرحم بعض ونصبر على بعض ونتفهم بعض ونفكر في الكلمة قبل ما نجرح بعض ونقدس وقت القعدة اللي الدنيا لهتنا عنه إن احنا نقعد مع بعض قعدة جميلة وندعي في الصلاة لبعض ونذكر بعض بربنا وبنعمته علينا وبوجوده جنبنا بلاش نبقى من اللي قال فيهم ابن عطاء الله من لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان قيد إليه بسلاسل الامتحان بلاش اللي يقربنا من بعض أو يقربنا من ربنا الامتحان خلي النعمة تقربنا ما تفرقناش ولا حلنا يبقى زي الناس اللي قيل عنهم في القرآن هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها والفرح سعاد بيبقى معنى الغفلة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم سعتها بس دعوا الله مخلصين له الدين لإن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين مر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دخل على السيدة عائشة فلقى لقمة مرمية في الأرض فمسحها وقال يا عائشة أحسني جوار النعم فإنها ما نفرت من أهل بيت فكادت أن ترجع إليهم كأن سيدنا النبي بيقول عليه الصلاة والسلام من حسن جوارنا للنعم إنها ما تفرقناش بل تجمعنا وما تخلناش غافلين بل تخلنا شاكرين ومقدرين الخير والستر اللي ربنا حاطتنا فيه أقول لك على حاجة تخلي النعمة تجمعنا ما تفرقناش رقم واحد تعالوا ما نخليش الجفى اللي في البيت يطول تعالوا نحيي ثقافة الاعتذار لما نغلط في بعض بلاش كل واحد ينشغل في عالمه الخاص تليفونه وجهازه كمبيوتر بتاعه تليفزيونه دي نعم شغلتنا في حياة خاصة تعالوا نرجع للقاعدة الجميلة ما نطولش الجفى نقتل الجفى بالرحمة والعطاء والاعتذار تعالوا نحيي روح الحوار بالأدب والرقي إن إكرمنا البعض ده شكر لربنا على نعمة إنه جمعنا ووسع علينا وسطرنا اللهم يا رب أدم علينا نعمتك واحفظنا من فجاءة نقمتك وارزقنا حنانا من لدنك يا حنان يا منان اشتركوا في القناة